نبقى دائما في نفس السياقة طمأن جعفر نعار مدير شبابي والرياضة لولاية البوليدة بشأن جاهزية ملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة لاحتضان نهائي كأس الجمهورية ومسية السبت مبرزا بأن أرضية الميدان والملعب في أبهى حلة لها مضيفا بأن بواب الملعب ستفتح على الساعة التاسعة صباحا لأنصار الفريقين كما سيتم السمح بتناول الوجبات في المدرجات بصفة عادية نبنا بتحذير منذ أسبوعين نحن نخدمه لتحذير جيد هذا الملعب وخاصة لأرضية لمعروفة لهذا الملعب أحسن المجتوى وأيضا المحيط الملعب في جهة الشرقية سيكون أناصر بي جاية والغربية أناصر سيربي كان هذا من نحية التنظيم المالسان والأبواب تفتح إن شاء الله على الساعة صباحا يوم الساعة